قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة رئيس السنغالية ماكيسا لا تأتي بالتزام مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي حيث تقدم رئيس السيسي بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية كما أكد رئيس السيسي على دعم مصر الكامل للرئيس السنغالي خلال فترة رئاسته للاتحاد وثقة في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القرى خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات تتزامن زيارة أخي الرئيس ماكيسا مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي وودا أتقدم لفقامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القرى خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفاشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة